درسنا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن نتعرف المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية السلام المنقوص معاهدة فرساي أصبت الأمم الانتداء وأن يستخلص النتائج البشرية والمادية الناجمة عن الحرب أن يتعرف على مطالب الدول المنتصرة في مؤتمر السلام أن يحدد قرارات مؤتمر السلام عام 1919 والآن نستعرض معكم مقدمة درسنا اليوم أسفرت الحرب العالمية الأولى التي كانت منذ عام 1914 إلى عام 1918 عن خسائر بشرية ومادية جسيمة وعن تراجع الدور الهام لأوروبا في توجيه العالم أما النتيجة لهذه الحرب فتمثلت فيه قيام سلام منقوص يحتوي على عناصر من شأنها إشعال حرب عالمية ثانية أولاً خسائر بشرية ومادية جسيمة للحرب وتمثلت فيه خسائر بشرية قدرت بقتل تسعة ملايين شخص وجرح وتشويه ملايين من الأشخاص تصدرت روسيا الخسائر البشرية تلتها كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كانت من آخر الدول وذلك بسبب أنها كانت بعيدة عن الحرب الخسائر المادية أتلفت المحاصيل الزراعية وقضية على المواشي في المناطق التي دارت فيها تلك المعارك وبالتالي دمرت مئات الألاف من المنازل والمصانع وإلحقت أضرار كبيرة بالسكك الحديدية ومناجم الفحم كل ذلك أدى إلى نقص في الأموال الناجم على الحرب إلى إعاقة عمليات إعادة الأعمار أما نتيجة الثانية للحرب العالمية الأولى تراجع مركز أوروبا في العالم وذلك للأسباب الآتية اضطرت الدول الأوروبية المتحاربة إلى شراء المعدات والمواد المعيشية من دول فتية لم تتعرض أراضيها لأذى الحرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين أيضا وجدت الدول الأوروبية نفسها مجبرة على دفع ديونها من احتياط الذهب الذي كانت تملكه مما أدى إلى تراجع قيمة النقد الأوروبي وظهور التضخم المالي وكانت المستفيدة الوحيدة من هذا الموقف الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها دائنة الأولى لأوروبا قبل الحرب وخلالها وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من جمع 45% من الاحتياط الذهب في العالم نتيجة تسديد أوروبا لديونها اضطرت الدول الاستعمارية الأوروبية إلى تكثيف استغلالها لمستعمراتها أما لجهة المواد الأولية أو لجهة اليد العاملة والمقاتلين لذلك رأت تلك الشعوب أن النصر تحقق فقط بفضلها وأن مكافئتها تكون بحصولها على الاستغلال ثالثا السلام المنقوص وسنعرف معا لماذا سمي بالسلام المنقوص مؤتمر السلام الذي كان في عام 1919 وفقت ألبانيا على توقيع الهدنة بسبب كوريها الخاسر الأول في الحرب العالمية الأولى وقامت بتوقيع الهدنة على أسس مبادئ ويلسون وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك وكان من المفترض أن يُعقد مؤتمر يحقق السلام ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما إذ عقيد المؤتمر أدى إلى سلام منقوص وتمثل في السبعات الدول المهزومة وروسيا والدول المحايدة تغاسم المقانم بين الدول المنتصرة وفرض إرادتها على فريق مسلوب الإرادة مهزوم ففرض ممثلو دول الثلاث وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رأيهم على جميع الوفود المشاركة في المؤتمر نأتي الآن إلى مطالب المؤتمرين كان المؤتمرين من أربع دول وهم فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية طالبت فرنسا باستعادة منطقتي الألزاس واللورين من ألمانيا وأيضا المطالبة بي الحصول من ألمانيا على ظفة اليصلة لنهر الراين كمنطقة دفاعية وعلى منطقة سار كمصدر للتزود بالفحم الحجري وأيضا طالبت بي المحافظة على مستعمراتها في شمال إفريقيا ووسطها وجنوب شرق آسيا وأيضا الحصول على سوريا ولبنان بريطانيا اعترضت بريطانيا على مطالب فرنسا الحدودية وطالبت بي وراتة المستعمرات الألمانية في إفريقيا وشرق آسيا وأيضا رغبت بالاحتفاظ بمصر والسودان وأيضا السيطرة على فلسطين والعراق أما إيطاليا اكتفت بالمطالبة بي منطقتي ترنتان وتريستا أما الولايات المتحدة الأمريكية فدعا رئيسها ويلسون إلى إقامة عصبة الأمم والسلهام قرارات المؤتمر من مبادئ ويلسون ثالثا مقررات المؤتمر ونتائجها ألف تغيير الخريطة السياسية لأوروبا قرر مؤتمر باريس تفكيك الامبراطوريات الألمانية والنمساوية المجرية بإجراء تعديلات على حدودها السياسية فظهرت دول جديدة مثل بولندا والمجر وتشيكو سولوفاكيا ويغوزلافيا فأجريت تغييرات جذرية في أنظمة الحكم من عديد من الدول فاعتبدت تركيا وألمانيا النظام الجمهوري كما تحولت النمسا إلى جمهورية صغيرة وتحولت روسيا من النظام القيصري إلى النظام الشيوعي بعد قيام الثورة البلشيفية التي قادها لينين عام 1917 نسترض مع النشاط رقم واحد اقرأ خريطة أوروبا بعد مؤتمر السلام ومعاهدات الصلح عام 1919 إلى عام 1920 ثم حدد عليها بالاستعانة بمفتاحها ما يلي واحد دول أوروبية أنشأتها المعاهدات اثنين دول أوروبية بقيت كما هي ثلاثة أمبراطوريات أنهتها الحرب الدول الأوروبية التي أنشأتها المعاهدات وهي بولندا هنا تشيكو سلوفاكيا باللون الأصفر جميع هذه الدول باللون الأصفر يوغوزلافيا وأيضا فلندا الدول الأوروبية بقيت كما هي وهي فرنسا باللون الأخضر وبريطانيا وأسبانيا والسويد أمبراطوريات أنهتها الحرب روسيا القيصرية تركيا التي كانت الدولة العثمانية ألمانيا باللون بالنفس الجي النمسا معاهدة فرساي كانت هذه المعاهدة من أقصى مقررات مؤتمر باريس وأكثرها إذلالا للشعب الألماني فقد استدعي وافد ألماني إلى فرساي وأجبر على توقيع معاهدة شروطها قاسية جدا وهي اقتطاع ما يقارب 25 ألف ميل مربع من الأراضي الألمانية وضمها إلى كل من بولندا والدنمارك والشيكو سوليفاكيا تحميل ألمانيا وحدها مسؤولية الحرب بما أنها الخاسر الأكبر تسريح الجيش الألماني رفض الشعب الألماني هذه المعاهدة جملة وتفصيلا وتحين الفرصة لإلغائها والانتقام ممن فرضها عليه ولذلك بدأت الحرب العلمية الثانية بسبب هذه المعاهدة مقررات المؤتمر ونتائجها الانتداب قيام عصبة الأمم وافق المؤتمر على المطالب الاستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا وقرب شرعية انتدابهما على دول المشتق العربي بالرغم من اعتراض الأمير فيصل بن الحسين الذي حضر المؤتمر بصفته مراقب قيام أصلاة الأمم وافق المؤتمر بالإجماع على قيام منظمة عصبة الأمم أخيرا وكان الهدف منها حل الخلافات بين الدول بالوسائل السلمية وذلك للمساعدة على خلق جو من التفاهم والثقة بين الشعوب إلى أنها فشلت في تحقيق ذلك لعدة أسباب وهي عدم امتلاكها للقوة العسكرية القادرة على تحقيق قراراتها أيضا تحولها إلى أداء لمصلحة الدول المنتصرة في الحرب وعدم مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيها على الرغم من أنها صاحبة الفكرة في قيامها انتهى درسنا اليوم ونتمنى لكم الاستفادة والتوفيق ترجمة نانسي قنقر